موسيقى سلام من الله عليكم عزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما جرت العادة بإطلالة سريعة على أهم العناوين البداية من موقع وكالة خبر ميليشيا الحوثي تفرج عن 31 إرهابيا من عناصر القاعدة مسام ينتزع أكثر من 1500 لغم حوثي خلال أسبوع إحباط محاولات تسلل حوثية بحجة وإطلاق صاروخ على جنوب مارب نيوز يمن أورد العناوين التالية عدن عاصمة القرار أفرجوا عن 31 عنصرا إرهابيا الحوثيون يردون الهدية للقاعدة الشيطان يكمن في الخروقات والهدنة جدار يريد لها الحوثي أن تنقض في المنتصف نتالاتي مؤسسة الصالح في المنتصف نتالاتي مؤسسة الصالح تدشن أعمالها الإنسانية والإغاثية لنازخي مارب بعد فرار إرهابيين من سيئون وتهديد المجلس الرئاسي زعيم الحوثيين يفرجوا على 31 إرهابيا إحصائية حقوقية ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 7800 مدني خلال سبع سنوات بينهم 158 امرأة موقع عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية المجلس الرئاسي يؤدي اليمين الدستورية في عدن للمرة الثانية خلال أيام شركة النفط تعلن عن تخفيض سعر البنزين رئيس الوزراء يسترأس في عدن اجتماعا لمجلس الوزراء ويقر مشروع الموازنة العامة للدولة عام 2022 في صحيفة الشارع نطالع الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة للعام 2022 وتحيره إلى مجلس النواب بعد تجنيد الآلاف الأمم المتحدة توقع مع الخوثيين خطة عمل لخماية الأطفال ميليشيا الحوثي تفرج عن 31 إرهابيا ضمن صفقة لتنفيذ عمليات تستهدف المحافظات المحررة من الصحف العربية الشرق الأوسط جراندبرغ في عدل للبناء على الهدنة اليمنية استنفار الحوثي في صنعات خوفا من اتساع الغضب الشعبي نبرة حوثية نحو السلام وأخيرا في الحدث الإخباري ميليشيا الحوثي تقر بتجنيد الصغار آلاف في صفوفها مجلس وزراء اليمن ميليشيا الحوثي تغلق أي نافذة للسلام تنفيذا لأجندة إيران اليمن ميليشيا الحوثي تواصل خرق الالتزامات الإنسانية بموجب الهدنة مجلس القيادة وإرهاب أقزام الإسلام تحت هذا العنوان نطالع مقالة للكاتب سعيد عبدالله مجلس القيادة الرئاسي عليك مهمة حماية عدن من مخاضر الإرهاب بكل أشكاله بما فيها الإرهاب الإعلامي إرهاب السيوف الإسلام الأقزام الذين يحرضون على العنف والفوضى وينصبون أنفسهم أوصياء على المدينة وعلى أهلها وطريقة حياتهم سننتظر إجراءات حازمة تحمي عدن من كل أشكال الإرهاب وفي وقت قصير وعاجل لأن هذه مهمة عاجلة الأمن للمدينة الباسلة الصابرة والأمان بكل أنواعه ثم الخدمات وتحسين معيشة أهلها وإعادة بنائها وتعويذ مبانيها المدمرة منذ أيام حرب الحوثية الإرهاب الإعلامي ليس ضمن حرية التعبير في الأوطان التي تشتعل فيها الحروب وأي تساهل أمام أعمال الإرهاب وتروع عدن وبث الرعب والخوف بين أهلها هو إرهاب أيضا وسيجعل فكرة مجلس القيادة كأن لم تكن وسيعود الكل للفنادق وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع اليمن اليوم تحت عنوان ميليشيا الحوثي تفرج عن 31 إرهابيا من عناصر القاعدة أفرجت ميليشيا الحوثي الإرهابيا الاثنين عن عناصر من تنظيم القاعدة بتوجيهات من زعيمها عبد الملك الحوثي وذلك بعد يوم واحد من إصدار التنظيم بيانا هاجم فيه مجلس القيادة الرئاسي وتوعد بحرب طاحنة وأكدت مصادر أمنية أن الميليشيات أفرجت عن نحو 31 عنصرا من عناصر تنظيم القاعدة المحتجزين في السجون الخاضعة لها وقالت إن من بين المفرج عنهم ثلاثة متورطين بالتفجير الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عام 2012 منهم الإرهابي ماجد حزام ناجي القليسي إضافة إلى الإرهابيين سمير خالد علي وزياد علي محمد القاضي وأشارت مصادر أمنية في صنعاء إلى أن ثلاثة المفرج عنهم تم إطلاقهم بتوجيهات مباشرة من عبد الملك الحوثي كمكافأة بعد تنفيذ خلايا إرهابية مرتبطة بالمذكورين عملية اغتيال اللواء ثابت جواس قائد محور العند أواخر مارس الماضي في عدن المصادر أكدت أن باقي العناصر الإرهابية تم الإفراج عنهم عبر جهاز الأمن والمخابرات وشعبة الاستخبارات العسكرية التابعتين للبليشيات في إطار صفقة لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظات المحررة لمناقشة هذا الموضوع والمهام الملقى على عاتق مجلس القيادة الرئاسي فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة أرحب بضيفي من القاهرة العميد روكن ثابت حسين الخبير العسكري سيادة العميد مرحبا بك مرحبا وهي تحية أيضا لمن سينضم إلينا عبر الهاتف فاصل ونبدأ النقاش سيادة العميد في أي سياق يمكن قراءة إفراج ميليشيا الحوثي عن 31 عنصر من تنظيم القاعدة بعد يوم من إصدار التنظيم بيانا هاجما من خلاله مجلس القيادة الرئاسي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن ولاه لا يمكن تفسير الخطوة الحوثية بإطلاق 31 من سيوم صنعام المتهمين بأعمال إرهابية يعني من عضاء القاعدة إلا بالتزامن مع التصريح أو مع التهديد الناري لتنظيم القاعدة ضد المجلس الرئاسي وضد الأمن والاستقرار في عدم ولا يبتعد هذا أيضا من هروب أو تهريب عددا من السجناء المتهمين أيضا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة من سيون قبل أيام قليلة مما يضعنا أمام خيوط تناغم وتخادم وتناسق بالمواقف بين الجماعات الهرابية بين الحوثيين فكلاهما وجهان لعملة واحدة ولهما مصلحة في زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة أي في الجنوب يعني في التحديد في عدن خصوصا بعد الخطوة الجريئة التي تمخضت عنها مشاورات الرياض وينقل السلطة إلى مجلس قيادي رئاسي يضم في صفوفه قادة الميدان بدرجة رئيسية القادة الذين حاربوا وسيحاربون الحوثيين نعم سيادة العميد أشرت إلى موقف تنظيم القاعدة من المجلس القيادة الرئاسي أيضا هذا الموقف يعني بالتزامن مع موقف ميليشيا الحوثي المماثل من قبل مجلس القيادة الرئاسي إلى أي مدى هذا التشابه في المواقف يعكس وجود تنسيق بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية بكل تأكيد سوى أن كان هذا الموقف من المجلس الرئاسي أو من المواقف السابقة لو تذكرنا أن الحوثيين أطلقوا عد ثلاثة صواريخ تقريبا باتجاه مطار عدن الدولي بهدف اغتيال الحكومة بمجرد وصولها وبهدف اغتيال القيادات الجنوبية التي كانت في استقبالهم وزعزعة الأمن والاستقرار ولو تذكرنا أيضا عملية اغتيال اللواء الشهيد ثابت مثنى جواس في العند هذا الاغتيال تم أيضا بعد حملة تحريض تعرض لها حملة تعريض وتخوين من جانب وسائل إعلام أخرى مناصرة للجماعات الإرهابية لا ننسى أيضا على سبيل المثال أيضا أن نشير إلى أن أبي اليمام تم استهدافه بصاريخ حوثي بعد حملة تحريض من قبل تنظيم الإخوان مع الأسف وبالتزامن مع تفجير القاعدة لمركز شرطة الشيخ أثمان وكأن العمليتين تمتها في تناغم وتناسق واحد نعم عموما للمزيد من النقاش أرحب بظيفي عبر الهاتف عبدالله إسماعيل الكاتب السياسي أستاذ عبدالله مرحبا بك مرحبا بك أستاذ عبدالله ضيفي من القاهرة أشار إلى الكثير من الحوادث والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في عدن وتحديدا كان ذلك بعد التوقيع على اتفاق الرياض من ذلك استهداف يعني مطار عدن ولدى وصول الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض أيضا استهداف موكب محافظة المحافظة وصولا إلى اغتيال اللواء ثابت جواس إلى أي مدى مثل هكذا تفجيرات وعمليات إرهابية تعكس التخادم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية يعني أولا مسألة التخادم لا تقتصر فقط على هذه الجرائم التي قامت بها الجماعة الحوثية بالتخادم واضح مع جماعات التكفير وجماعات الإرهاب في المناطق الجنوبية لكن أيضا هي سلسلة طويلة من تاريخ التخادم ما بين هذه الجماعات تبدأ في طهران وليس فقط يعني نتحدث عن اليمن نتحدث عن إيواء طهران للقاعدة وقيادة القاعدة نتحدث أيضا عن تعامل نصر الله أو حزب الله زراع إيران أيضا في لبنان مع داعش وكيف تعامل معهم ونقلهم في الباصات إلى مناطق أخرى دائما ما تستخدم هذه إيران وأدرعها تستخدم هذه الجماعات الإرهابية في سبيل خدمة مشروعها والسهداف الآخر نتحدث أيضا عن التفجيرات التي حدثت في صنعاء عندما سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء لتبرير أعمال جماعة الحوثي وسيطرتها على المؤسسات عندما نتحدث أيضا عن مناطق أخرى كانت القاعدة وداعش تنسحب لصالح جماعة الحوثي في مناطق البيضاء وردع وغيرها من المناطق إذن نحن أمام سلسلة كبيرة جدا من هذا التخادم وكانت الحكومة اليمنية قبل عام ونصف تقريبا رفعت بمذكرة واضحة إلى مجلس الأمن ذكرت فيها كثير من هذه الحوالثة التي تظهر فيها استخدام جماعة الحوثي أو تعاون جماعة الحوثي مع جماعة القاعدة بالتحديد وظهر مجاميع من القاعدة يحاربون إلى جانب جماعة الحوثي في مأرب وفي الجوف وفي صعدة وهناك قيادات من القاعدة تم تشييعها من قبل جماعة الحوثي في صنعاء وفي ذمار وفي البيضاء إذن نحن أمام رؤية واضحة ليس فيها أي لبس على الإطلاق هذه الجماعة تستخدم كل شيء لمحاولة فرط سيطرتها إذ أيضا لمحاولة أيضا تدعيم قتالها لليمنيين وتكفير الآخر وبالتالي من هذا المنطلق منطلق أنها لا ترى في الآخر إلا خصما يجوز أن يقتل ويهدر دمه وبيته وعرضه فهي يمكن أن تستخدم جميع الوسائل ومنها هذه الوسيلة التي ترى أيضا فيها القاعدة أنها أيضا فرصة لتنفيذ أجندتها بالتعاون مع جماعة الحوث أرجو أن تبقى معي أستاذ عبد الله بالعودة إليك سيادة العميد يعني من ضمن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس القيادة الرئاسي إلى جانب استقرار الاقتصاد وأيضا تخفيف معاناة المواطنين هو استثباب الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة برأيك ومن وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ يعني خلينا نكون أكثر وضوحا وأكثر تصويبا الحالة الأمنية بالمحافظات المحررة والمحافظات الجنوبية جيدة مقارنة مع شحة الإمكانيات وظروف الحرب وتداعياتها لكن الملفات الأكثر إلحاحا وأولوية هي ملفات ذات طابع اقتصادي وفي مقدمتها المرتبات والخدمات والأسعار السلع هذه الثلاثة الملفات الرئيسية التي يجب أن تركز عليها الحكومة بدرجة رئيسية ومن وراءها مجلس القيادة الرئاسي مجلس القيادة الرئاسي أنا في تقديري أنه سيكون مهتما إلى حد كبير بالملفين السياسي والعسكري بحيث سيركز على ما أشار إليه بيان أو إعلان الإعلان الرياض في إجراء تفاوض مع الحوثيين وفقا للمبادرات الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي نهائي حل سياسي شامل ونهائي وجذري أو التحضير والتجهيز لتحشت المجهود الحربي الموسع والكامل لكل القوى المناهضة للحوثيين لتحقيق حزم عسكري فنحن عادة يجب أن نكون دائما صريحين واضحين الحكومة كحكومة هي مهمتها الأساسية ويجب أن تكون مهمتها الأساسية ولا تشغل نفسها بملفات أخرى غير الملفات الاقتصادية نعم بالعودة إليك أستاذ عبد الله وكنت قد أشرت إلى نعي ميليشيا الحوثي يعني وفاة أحد العناصر التابعين لتنظيم القاعدة وهو عارف مجلي الذي عينته وكيل لمحافظة الصنعاء وهو من المتهمين بتفجير المدمرة الأمريكية كول مطلع الألفية الجديدة هذه الإشارات بالإضافة إلى إفراج ميليشيا الحوثي عن 31 عنصرا من تنظيم القاعدة إلى أي مدى تسقط الأقنعة وأيضا تؤكد زيف الدعاية بأنهم يقاتلون الدواعش والتكفيريين لم تكن مسألة مبرر الدواعش والتكفيريين إلا وسيلة وتبرير لجماعة الحوثي لحرب اليمنيين وهذا أعتقد دائما أعيد الأمور إلى التاريخ هذه الجماعة هي امتداد لمشروع أذاق اليمنيين الويلات واستخدم نفس هذه المبررات لحرب اليمنيين واقتحام بيوتهم وتهجيرهم من منازلهم وقتلهم حتى وصل الأمر إلى سبي نسائهم وذلك بهذه المبررات الرخيصة التي تعطي دفعا للمغرر بهم في الاتجاه للحرب معه أو للهجوم على أخيه اليمني يعني أنت تتصور ما الذي يدفع المغرر به وهو يقاتل مع جماعة الحوثي للهجوم على مأرب أو على بيضاء أو على عدن أو على شبوة ما هي العقيدة التي تتغير في ذات هذا الشخص ليدهب ليقاتل أخيه اليمني المسلم الذي يعني يشاركه الدين والعقيدة والأرض واللغة وكل شيء وبالتالي نحن أمام تبريراتية تستخدمها جماعة الحوثي هي تسقط تماما بهذه الأحداث اليوم نحن نلاحظ أنهم أطرقوا هذا الكم الكبير من القاعدة لا يمكن أن يكون هذا الإطلاق إلا تحت اتفاق مشروط وهذا الاتفاق أنا أقول وأحذر أنه يمكن أن يوجه إلى المناطق المحررة لمحاولة زعزعة الأمن فيها وكما ذكر ضيفك الكريم من المهم اليوم أن تتحرك المجلس القيادة الرئاسي وأيضا الحكومة في هذه الملفات بشكل واضح وسريع ومتزامد لأن مسألة تنفيذ أولا بقية اتفاق الرياض وخاصة الملفات العسكرية والأمنية مسألة التوجه إلى الملفات الاقتصادية والحياتية وتطبيع الحياة هذه كلها ملفات أنا أعتقد أنها من المهم أن تكون الآن على رأس الأولويات في اتجاه نحن نعرف أن جماعة الحوثي لن تستجيب للسلام وهي فكرة غير قابلة للتعايش ليس لأننا لا نريد أن نتعايش معها لكنها لأنها هي لا تريد أن تتعايش مع أحد وفكرها لا يستطيع أن يتعايش مع أحد وبالتالي لا بد أن يكون هناك استعداد مهم صحيح أننا نقول السلام وندعو للسلام لكن يجب أن يكون الأمور فيها حذر شديد جدا وأننا نتعامل مع جماعة لا تختلف عن القاعدة التي تتعاون معها ولا عن داعش التي سهلت لها في كثير من المناطق في الجمهورية اليمنية نعم الكاتب السياسي عبدالله إسماعيل كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بالعودة إليك سيادة العميد ولو بدأت من حيث انتهى ضيفي عبر الهاتف إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر من ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية كيف تقيمون اليوم أداء مجلس القيادة الرئاسي لليمينة الدستورية بعيدا عن وسائل الإعلام بخلاف الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة لدى وصولها إلى مطار أعدن كان ذلك في نهاية العام 2020 يعني كما يقال المؤمن لا يلدغ من نفس القحر مرتان أعتقد أن مجلس القيادة الرئاسي أخذ بين الاتبار هذا الدرس البليغ الذي سبق وانتعرضت له الحكومة حكومة المناصفة وحسنا أنه اختار سواء العودة أو أداء اليمين الدستورية بعيدا عن الأضواء الإعلامية في حقيقة الأمر لا بد أن نشير أيضا إلى أن الإعلام لدينا خاصة في بلدنا وفي هذه الظروف إعلام لا يهتم إلا بالإثارة والجمع يعني يعني إرضاء الغاغة والفوضويين ولا يهتم بأن يكون إعلاما مسؤولا عن الحقائق وعن وعن الشفافية وعن يعني توعية الناس ومؤازرة الجهود التي تقوم بها الجهات سواء كان الجهات الحكومية أو الجهات السياسية في سبيل توقيه وتصويب المعركة بالتقال الحوثيين يعني هذه الخطوات التي اتخذها المجلس أعتقد أنها خطوات موفقة ويجب أن تستمر خصوصا كما قلنا إن الإعلام شن حملة طويلة حول أداء القسام التستوري وحول وغيرها من الإقراءات وحول وجود قوات تحمل تحمل المجلس الرئاسي بعضهم قال إنها قوات جاءت من الولايات المتحدة وبعضهم قال إنها قوات من الساحل الغربي قوات العميد طارق كل هذه يعني الهدف منها خلق بلبلة وتشويش والابتعاد عن المهام الرئيسية التي يجب أن تطلع بها كل من الحكومة والمجلس القيادة الرئاسي نعم بعيدا عن الأنباء التي كما قلت يعني تثير البلابل ولا تساهم في توحيد الصفوف مصادر مطلعة تتحدث بأن مجلس القيادة الرئاسي يعني من خلال العودة إلى أرض الوطن لم تأتي هذه الخطوة إلا بعد تشكيل لجنة أمنية رئاسية أعليا أهمية هذه اللجنة في إحباط المخططات الإرهابية وأيضا في المساهمة في بقاء مؤسسات الدولة داخل مدينة عدن أنا في تقديري أن هذه الخطوات ما كان لها أن تتم لو لا الإجراء الذي اتخذ في ختام مشاورات الرياض عشي أو فجر يوم 7 إبريل وهي طي صفحة الرئيس السابق ونائبه السابق ونقل السلطة كاملة بغير رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي يضم في صفوفه كما قلنا قادة الجبهات والقادة الميدانيين الذين يسيطرون على الوضع في الداخل والذين يخوضون الحرب الجادة والصادقة والحقيقية ضد الحذين هذا أولا ثانيا لو لا استقرار الحالة الأمنية في عدن بشكل ومقبول وبشكل النسب لما عاد المجلس الرئاسي والحكومة ويمارسون مهامهم وصلاحياتهم كاملة الآن من العاصمة المؤقتة عدن وعاصمة الجنوب بالفعل والأهم من كل ذلك أن تتجه الحكومة الآن كما قلنا لتنفيذ الثلاث الملفات الاقتصادية لأن القيش الجاوع القيش الذي ليس لديه لا معاشات ولا يستطيع أن يقاتل ولن يقاتل نعم عموما وقبل أن نستكمل بقية النقاش نتوقف عند مقال للكاتف فتحي باللزرق بعنوان هذا وطني هذا أكبر لن نتشفى بهم أبدا ولن نقول إنهم كذبوا على الناس ولن نقول إنهم شضوا جنوب اليمن ودمروا نسيجه الاجتماعي ولن نريد أساسا أن نلتفت إلى الوراء نريد أن نمضي قدما إلى الأمام ولا شيء غير ذلك وفي ذلك ونحن نمضي نقول لهم أهلا بكم في رحاب اليمن الكبير أخوة ورفاق درب وتحت رأية وطن يمني واحد لا يظلم في أحد وطن لن نقبل في ظلم الشمالي الجنوبي ولا الجنوبي للشمالية ولا صاحب المشرق للمغرب ولا خلاف ذلك وطن كلنا فيه متساوون إخوة متحبين وعفى الله عما سلف المهم اتقوا الله في البصداء الذين تلعبتم بمشاعرهم لسنوات البصداء الذين زرعتم لهم الوهم ليحصدوا السراب أما الجنوب فوالله إنه في حدقات عيننا وفي تلافيف أدمغتنا وفي قلوبنا في شرائينا وأوردتنا ولن نرضى له انتقاص قد ولا مظلمة ولا إسقادا لحق وهو ذات الشيء الذي لن نرتضي لكل اليمن أهلا بكم في رحاب اليمن الكبير وأهلا باليمن الكبير في رحاب الجنوب الأكبر وللبصداء من الناس نقول رواتبكم حقوقكم خدماتكم لقمة عيش أولادكم أمنكم واستقراركم نظروا لأجلها فهير وطن ولا شيء غيرها وللكل القوى السياسية نقول اتقوا الله في هذا الشعب فوالله ما صبر شعب في معمورة مثل ما صبر هذا الشعب عليكم اتقوا الله وتكاتفوا وتعاونوا وانسوا خلافاتكم لأجل الناس التي عانت الكثير ونسأل الله صلاحا لليمن وقفا للحرب وسلاما دائما فالناس وصلت إلى نهاية المطاف من العذاب والألم ولا شيء يحتمل أكثر مما مضى وعفقكم الله لكل ما فيه صلاحا لهذه الأرض أهلها وتحيى الجمهورية اليمنية ما أشرقت شمس ولا طل نهار وغابت شمس بالعودة إليك سيادة العميد إلى أي مدى أصبح تقديم نموذج مشرف في المناطق المحررة وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن يعني مهم من أجل تكريس وجود الدولة المعترف بها دوليا وأيضا إجهاض محاولة الانقلاب الحوثية يعني دعني أولا ببضع كلمات نعلق على مقال فتح بل لزرق في الحقيقة مثل هذا المقال لا يخدم لا اليمن الكبير الذي ماهلوش ليمش موجود أساسا ولا حتى القنوب الذي أبنائه ليسوا ضيوف لم يعودوا ضيوفا أبنائه هم الذين يحتضنوا الآن المجلس الرئاسي والحكومة أبنائه هم الذين يستضيفون الحكومة التي كانت هاربة في الفنادق لمدة سبع سنوات فكان مفروض أن يكون المقال معكوس تماما ما علينا في اللحاء وجهة نظر طبعا وجهة نظر هدامة وتحريضية في حرقة الأمر ما كان ينبغي أن تعرض في هذه الظروف نحن في هذه الظروف بحاجة إلى رص الصفوف وحشد كل القوى والوسائل لإغاثة المناطق المحررة التي هي الجنوب والحرب ضد الحوتين وانطلاق بذلك كان سؤالي سيادة العميدة همية تقديم نموذج مشرف في المحافظات المحررة وتحديدا في مدينة عدن نعم هو مرة أخرى أنا أؤكد على أن المجلس الرئاسي والحكومة يجب أن تطلعان بالمهمتين الرئيسيتين مهمة إغاثة المناطق المحررة يعني بمعنى آخر تطبيع الأوضاع فيها الخدمية المعيشية السعرية إلى آخره والأمنية كذلك والمهمة الثانية حشد الجهود باتجاه تحريض صنع يعني أنا لا أعتقد أن المجلس الرئاسي والحكومة عادوا إلى عدن كي يستقرون فيها ولا يعملون شيئا ولكنهم عادوا كي يتخذون من العاصمة المؤقتة عدن منطلقا لحسم الموقف مع الحوثيين إما سلما وإما حربا نعم وضحت الفكرة سيادة العميد ركن ثابت حسين الخبير العسكري شكرا جزيلا لك وشكر دائما وأبدل لكم عزيزي المشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة